جميل راغضة يعني ما شاء الله عليك نشوفك قدمتي أهم البرامج الإعلامية ممكن أن نقول أنت ما شفتي أضواء الشهرة في لبنان بس شفتيها في مصر مختلفة مختلفة لكي أنا ما اشتغلت ما بعرفه كأنه كان نصيب دايما ما كون متواجدة على قناة محلية لبنانية قدمت تجارب بقناة الالبسي طلعت بكل البرامج ضيفة أو عم قدم حلقة أو حلقتين بكل المحطات الأرضية اللبنانية بس التجربة الكبيرة كانت أوربت أكيد الخليج كان باب كبير بس الالتشار الأكبر والشهرة الأكبر أكيد حققتها بمصر وأكيد من البرامج اللي لغاية هاللحظة بعد بيتشير مننا كتير على السوشال ميديا ومنشوف مقاطع مننا وبفتكر هي رح تكون العلامة الأبرز بمرحلة مهمة كتير من حياة العالمية هي البرامج اللي قدمتها بالقارئ جميل يمكن من آخر البرامج اللي قدمتيها راغدة اللي هو برنامج تحية الستات صح هو الأخير على قناة النهار قصة هذا البرنامج أو الفكرة تحية الستات هناك رجال كثيرون يجدونها عنصرية نساوية لكن أنت بتعرف ابن المهنة عادة أنه بيشتغل بالصحافة دايماً بيعرف أنه بيبقى فيه عنوان طنان رنين لجذب المشاهد مثل ما منكتب عنوان بالصحافة المكتوبة لجذب القارئ لينتبه للمقالة أو لحتى يقرأ هيك نحنا كان عنوان للبرنامج العنوان كان مختلف كان قطع الرجالة مثل ما تبعتوا بالصحافة العنوان كان مختلف جداً عن المضمون نحنا مش ضد الرجل وكانت الهدف منا ضد الرجل نحنا كان الفكرة نعمل نوع من جاذبية للبرنامج لأنه ضيفاتي كلهم ستة أو فنانات الرجال يمكن ننقذوا شوي من العنوان منشان هيك احتراماً للمجلس الأعلى الإعلام والقرار اللي طلع قررنا نغير الاسم وننتقل لتحية السبتات نحنا ما فيه هجوم نحنا من خلال البرنامج كنا عم نجرب نعرف الرجل على طريق تفكير المرأة المرأة بتجاربها مختلفة نحنا عم نحكي عن الرجل مش بس الحبيب أو الزوج أو القطيب أو الصديق نحنا عم نحكي عن الأب عن الرجل اللي الموجود بحياة المرأة والفنانة بشكل عام وكل ضيفة كانت حسب تجربتها الخاصة مش ديما بيقولوا الستات صعبة نفهمون يمكن من هالمنطلق نحنا عملنا هالبرنامج لحتى كل ست تحكي عن تجربتها الحلوة والمرة وتخلي الرجل يقدر يفهم أكتر وحتى تساعد ست عم بتمر يمكن بنفس الظروف أو رجل مش قادر يفهم زوجته صديقته خطيبته كيف طريقة تفكيره فهيدي كانت الفكرة أكتر من الطارق العنوان كان أكتر إذا بدك عم بيلمع من مضمون البرنامج اللي كان أعمق بكتير من العنوان وهتضج اللي عملها